الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك من أجل تعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي ملاحي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الدعمة للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق سامة ربيع من أجل متابعة نشاط الهيئة وقال متحدث الرئيسة إن الاجتماع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى المائي الملاحي البالغ طوله أربعين كيلو مترا والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لقناة السويس كما واجه السيد الرئيس بأن تتكامل عملية إنتاج مراكب الصيد بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبعية على مستوى محافظات الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين حيث اطلع على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لهذه اليخوت بنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس واستغلالا لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من مواني حديثة على امتداد سواحل الجمهورية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا من أجل متابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات وعشر رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بكافة الموانئ ذلك بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف حتى تتوافر السلع بكافة الأسواق المحلية بما يسهم في حدوث توازن في كافة الأسعار أعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ ضربة جوية صاروخية استهدفت ثكنات عسكرية روسية في ماكيفجا الوقاعة شرق أوكرانيا وقد أسفرت عن مقتل 63 جنديا روسيا وقد أوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش دمر ما يصل إلى عشر وحدات من معدات عسكرية تابعة للجيش الروسي وأشار إلى أنه يجرى حاليا تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية قال رئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تناقش إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية جاءت تصريحات بايدن بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون ساكيول في وقت سابق أن بلاده والولايات المتحدة يناقشان إمكانية تنظيم تدريبات مشتركة باستخدام القدرات النووية الأمريكية في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونجون جارته الجنوبية بأنها عدو مؤكد تعتزم نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البري والبحري في بريطانيا تنظيم إضراب جديد عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وقال زعماء النقابة العمالية في بريطانيا أنه لا ينقصهم المال وسيستطيعون مواصلة هذه الإضرابات على مدى شهور وستؤخر هذه الإضرابات عودة ملايين العمال في بريطانيا إلى أعمالهم بعد عطلة رأس السنع نهاية الموجز وهنا عودة لاستكمال باقي فقرة مرامك صباح الخير مصر